أشهدت الصحفة العربية الصادرة اليوم بأداء منتخب مصر البطولي طوال مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية الثالث وثلاثين حيث غلبت الروح القتالية على أداء الأبطال أكدت صحيفة البيان الإماراتية أن المنتخب العربي المصري خسر نهائي كأس أمم إفريقيا وهو شامخا مرفوع الرأس أوضحت الصحيفة الإماراتية أن الفراعنة ربح ثلاث نهائيات وذلك في إشارة إلى لقاءات مصر مع ساحل العاج والمغرب والكاميرون مقابل خسارة واحدة في نهائي واحد بينما قالت صحيفة اليوم السعودية قالت إن الفراعنة قدموا أداء قتاليا مميزا طوال البطولة غير الإرهاق والإجهاد بسبب ضغط المباريات ولعب أربع نهائيات ممتدة لأوقات إضافية عانت فيها الفراعنة من جريبها ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن ركلات الترقيح عاندت المنتخب المصري وابتسمت لنظير السنغالي في نهائي النسخة الثالثة والثلاثين